لا فرق بين خميس وعرنوس إلا بالاسم أما الأفعال والقدرات والصلاحيات فواحدة الاثنان لا يملكان من أمرهما شيئا فكيف بحال بلد حولها الأسد ونظامه إلى ملعب دولي وزيح منه البشر ودمر فيه الحجر الأسد يعلن طرد عماد خميس ويكلف حسين عنوس مؤقتا ريثما تجري مسرحية انتخابات مجلس الشعب خطوة تأتي قبل أيام من عاصفة قيصر فماذا وراءها؟ في المحور الثاني لن نبتعد كثيرا عن قانون قيصر الذي بقيت لدخوله حيز التنفيذ أربعة أيام فقط قانون يتضمن ثلاث مراحل تبدأ من السابع عشر من هذا الشهر وحتى نهاية شهر آب المقبل موجات متتابعة تبدأ بأشخاص وتمر على مؤسسات وشركات ودول وتصل في النهاية إلى العصب الاقتصادي الأخير البنك المركزي يتوقع المراقبون أن تغطي هذه الموجات النظام وتعزله عن العالم فما هي مراحل قيصر الثلاثة وكيف سيعزل النظام عن العالم؟ أهلا بكم في سوريا اليوم أعلم بكم من جديد أنهى رأس النظام بشار الأسد مهم رئيس الوزراء في حكومته عماد خميس عين وزير الموارد المائية حسين عرنوس خالفا له والمشمول بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المزيد في التقرير قبل أيام وتحت قبة مجلس الشعب التابع لنظام الأسد أعلن عماد خميس عن عشرات الخطط الاقتصادية لمواجهة ما سماه الحرب على سوريا طمأن الشارع ووضع اللمسات الأخيرة لكنه لم يعي أن ذلك سيكون خاتمة حقبة تصدرها اقتصاديا وسياسيا مرسوم بسطر واحد أعفى الأسد بموجبه خميس من منصبه كرئيس للوزراء هو الحال الذي لم يتغير في سوريا الأسد فالجميع قرابين من وزراء وضباط ومسؤولين بعيدا عن أية مناصب شغلوها أو قرارات اتخذوها ولسيما أن الوقت قد حان لاستخدامهم في ظل حراك وغلايان شعبي على خلفية انهيار اقتصادي بدايته من الليرة ونهايته لا أفق لها هو ابن حكومة نظام الأسد وأحد عرى بها داخليا وخارجيا السياسي الاقتصادي خميس الذي استلم مهام رئاسة مجلس الوزراء في عام 2016 حاول من خلاله النظام إنعاش مؤسساته وإنارتها ولسيما بعد سنوات من تسلمه منصب وزير الكهرباء وهو أمر جاء في فترة فاصلة وحساسة دخلها الأسد ولسيما مع اشتداد العقوبات الغربية عليه والتوجه الأمريكي لعزله خلال السنوات الأربع الماضية من عمله حاول خميس اللعب على أكثر من وتر فما بين قرارات اقتصادية متواترة بين الفترة والأخرى لم ينقطع تواصله مع طهران والدول الداعمة لنظام الأسد وفي الذهاب والعودة كان يعلن عن اتفاقيات لعقود في الكهرباء والنفط والطاقة أقول في البداية أنه رحب بالوزراء لماذا أقال الأسد خميس الآن؟ لعل السؤال الأبرز الذي يتردد في أذهان السوريين يتفقون على أن ذلك قد يكون لتخفيف غضب الشارع وظهور الأسد بموقف مستجيب لمطالب شعبه ليذهب فريق آخر إلى ربط الإقالة بإشارات الاستفهام التي دارت حول خميس وخاصة بعد الهجوم الذي بدأه الإعلام الروسي ضده وضد رامي مخلوف رامي مخلوف الذي تصدر سراعه مع الأسد في عهد خميس والذي كان قد أطلق سابقا حملة ضد الفساد بدايتها من سريتيل وفي عهد خميس أيضا خرجت البطاقة الذكية وطرحت فئات نقدية جديدة مول المستوردات وشكل لجنة الإصلاح الاقتصادي لكن دون إصلاح خميس الذي عاصر ثلاث حكومات رؤساء مجلس وليس حكومة هكذا يصر الأسد وهكذا تقول مراسيمه التشريعية ماذا ترك خميس خلفه وعلى ماذا يعول الأسد بحسين عرنوس الخلف الجديد أن نقول للمواطن علينا أن ننتظر قبل أن نعطيك المترجم للقناة 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 تتعة المترجم للقناة هل تعتقد أنه هناك أموال ما زالت تهرب بين أطرفين أو دولارات بأي شكل هذه ممكن أيضا لأن نسبة التبادل الأسود في السوق السوداء في إيران سوريا ولبنان عالية جدا من مستوى الدخل القومي فهذه النسبة تتغير وتتأثر بما يفعل جيراننا بالليرة تبايتهم عندما يأتي ضخ بعض النقود أنا لا أقول أن إيران ضخط نقود الدولارات أقول عندما يأتي العيد المهاجرون والمغتربون السوريون يرسلون معاونات لأهلهم فترتفع قيمة الليرة فكم هذه الليرة قيمتها زهيدة بشكل أن بعض النقود اللي آتية من الخارج من السوريين لأهالهم يرفع من قيمة الليرة السورية وهذا الأمر يبدو أنه بات متعذرا بسبب إغلاق الكثير من المكاتب يعني هناك صعوبة شديدة في توريد أي عملة صعبة دكتور ردوان هل سيعمل النظام بشكل جدي اليوم على حلول اقتصادية يعني وإن كانت محاولة ربما في تحسين الأمر أم أن الوضع الحالي للليرة السورية قد يكون للنظام نفسه يد ربما في زيادته لأن ذلك قد يخفف عنه بعض الأعباء المالية كتلة الرواتب ربما تنخفض فواتير الحرب وغير ذلك يعني رئيس حكومة النظام السابق خميس صدق ربما في عبارة واحدة في مداخلته الأخيرة أمام مجلس الشعب عندما قال أن دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية سوف يكلف بحدود عشرين مليار دولار وأن المؤسسات والدولة السورية لا تملك هذه الأموال ولا ننسى أن بشار الأسد قال في مقابلة سابق عام 2019 أنه من أجل حفر سعر استقرار الليرة يجب أن نضخ دائما الدولار من احتياط البنك المركزي يعني اللافت دكتور اللافت والذي دفعني إلى السؤال وفي ذلك هو أعطى وامره من عالفين اللافت والذي دفعني إلى السؤال أن خميس كان قد قدم خطة في جلسة مجلس الشعب التي تحدثت عنها حضرتك قدم خطة يعني ولا يبدو أنه حتى أتيح له أن يبدأ بها أو يعمل عليها لأنه هي خطة فانتازية يعني هي خطة ليس لها أي تأثير عملي ولا يمكن تطبيقها لأنه قال لأنه ليس الحكومة الدولة السورية ليس لديها مخزون احتياطي الآن الحكومة السورية تعتمد بشكل كامل على تمويل مستورداتها بالدولار وهي تحتاج إلى هذا الدولار وهو ما تشتريه من السوق السوداء بشكل أو بآخر الآن سوريا دولة صافية مستوردة للنفط لألقمة نحن نتحدث عن السلع استراتيجية رئيسية فما بالك بكل السلع الأخرى فيما يتعلق بما أن عدم دور الإنتاجية في سوريا كل الأرقام الاقتصادية والمالية وهذا الذي قلته في سبتمبر 2019 عندما كان سعر صرف الدولار للإيرا السورية لا يعادل 619 قلت أن القيمة الحقيقية الدولار للإيرا السورية هو 3000 ليرة والآن نصل إلى هذا الرقم وأعتقد ربما يزداد الرقم خلال الأيام القادمة بشكل كبير لأن هذا التذبذب هو تذبذب مرحلي ليس هناك أي عوامل مالية أو اقتصادية من أجل أن نقول تعيد الثقة لتثبيت سعر استقرار صرف الليرة السورية ولما هذه أصبحت مسألة مستحيلة تماما ومع اقتراب دخول قانون قيسر ومعاقبة الشركات اللبنانية والمصارف الخاصة اللبنانية التي تقريبا كما هددها السفير جفري بأنها لن نسمح بغسيل أموال النظام السوري عبر المصارف اللبنانية يعني سدت كل الذرائع تقريبا أمام الحصول على العملة الأجنبية لدى الدولة السورية لم يبقى أمام الحكومة السورية إلا سوى الإعلان الإفلاس الكامل والنهائي لكنها سوف لن تقوم بذلك سوف يستمر تقريبا مؤيدون نظام الأسد بالإشاعات وغير ذلك وسوف تكرر بثين شعبان أن الحل الوحيد هو الصمود لأنه بالنهاية نظام الأسد اعتاد على عدم خمسين عاما على عدم مواجهة الحقيقة هذه النقطة التي أثرتها دكتور لأن الحقيقة بالنهاية تعني زوال النظام دكتور قصار يعني هذه النقطة التي أثرها في النهاية السيد رضوان هل تعتقد أنها محاولة مناء النظام لدفع كل الآثار السلبية لما سيحدث على الشعب والخروج بأقصى ما يمكن الخروج منه يعني عندما شبيحت النظام يكتبون على تويتر عمر رحمون على سبيل المثال يعني يبدو كأنه تهديد للناس يقول حتى لو وصلت الليرة سوريا إلى 42 ألف مقابل الدولار فلن يؤثر ذلك على تماسك النظام هل هي محاولة لدفع كل الرد الاقتصادي والآثار السلبية لتخرج فقط من قوت الناس يعني خلينا نرجع أول شيء نقول يعني ما يحدث من تدهور السعر العملة السورية وارتفاع الأسعار الذي جعل الفقراء في سوريا لا يملكون شروع نقير هذا العمل نتيجة مباشرة سياسة استمرت سبعة من سنين من الثورة النظام يستمر بطباعة العملة بدون أي رصيد ويضطر لهذه الطباعة ليمول الميليشيات السورية النظامية ميليشيات النظام ميليشيات حزب الله وميليشيات عراقية وميليشيات إيرانية من أين يأتي هؤلاء بالعملة فهو يطبع النقود وعندما يطبع النقود هذه ليست ظاهرة جديدة رأيناها في جنوب أمريكا عندما تنضرب العملة المحلية بألف وأحيانا بمليون فهذا ما أوصل بالليرة السورية والدولار الأمريكي علاقتهم إلى هذه العلاقة السلبية الكبيرة ليس هناك حل سحري للخروج من هذا المأزق الشعب السوري سيستمر بالمعالجة بالتعب تحت هذه السياسة التي يتباهها النظام وليست اليوم وليست مبارحة لا يستطيع أن يغير هذه السياسة في يوم وليلة النظام لأن ألقى في السوق منذ يوم غير مكان طباعة للنقد السوري يعني يبدو أنه استغل موارد كثيرة أيضا في سبيل أن يبقى على قيد الحياة يعني ميدل إيست مونيتور اليوم تتحدث عن أن معظم المساعدات الإنسانية التي قدمت من الأمم المتحدة والتي تعادل قيمتها 30 مليار دولار قد استغلها النظام ليتجنب العقوبات ويدعم المجهود الحربي يعني هذه بيانات خطيرة لذلك هو لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه حتى هذه المساعدات تأتيه من الخارج ليست بسبب شطارته هو هو يطبع فلوس والناس تموت من جوع الآن سبع سنين من طباعة النقود التي لا رصيدة لها عندك هايبر انفليشن تضخم هائل في الأسعار العملة الوطنية ليس لها وجود على المستوى الدولي وأهم شيء المؤسسة الانتاجية السورية يعني الهيكلة الانتاجية السورية ماتت عندك كم من المدارس كم من المستشفيات كم من المصانع دمرت تحت براميل النظام لم يعد هناك أي حوامل للاقتصاد يعني تتفق في هذه النقطة ربما مع دكتور أسامة القاضي الذي يقول أن الاقتصاد السوري خرج تماما عن السيطرة دكتور زيادة أحد الباحثين في معهد الشرق الأوسط وضع ثلاث سيناريوهات يمكن أن يذهب إليها النظام يعني سأعرضها عليك بعجالة الأول هو الذهاب إلى العزلة مثل كوريا الشمالية الثاني هو الصومة يعني نموذج الدولة الفاشلة تماما أو حدوث التغيير في قمة الهرم إلى أين تذهب سوريا بتقديرك يعني سوريا هي بالأصل تعيش الخيار الأول والثاني هي الخيار يعني عدم سقوط النظام بعد خمسين عاما تقريبا مع كل هذه الضغوط والحروب التي خاضها لا يفسرها إلا هي العزلة العزلة حمت النظام من أي تأثيرات خارجية إقليمية أو دولية وهذا ما نسميه يعني في العلوم السياسية أنه الغرب ليس له لفرج ليس له أي تأثير بمعنى هذا مختلف تماما على تونس على مصر على غيرها من الدول التي للدول حتى صندوق النقد الدولي للبنك الدولي لأنها هي معانحة لهذه الدول تستطيع أن تؤثر في صنع القرار ومنعت حسني مبارك أو زين العابدين من تحويل بلادهم إلى ما هي عليه سوريا العزلة الكاملة التي بنها حافظ الأسد من عام 1974 بعد زيادة كوريا الشمالية أدرك تماما أن هذه العزلة هي تحول الشعب السوري إلى شعب غير متعلم فقير خانع بدون أي موارد دولية لكنها بنفس الوقت تحمي النظام من أي رياح محتملة للتغيير وبالتالي هذه تقريبا سياسة مخططة لها بشكل رئيسي حتى عندما دخلت البنوك الخاصة لم تكن هذه البنوك الخاصة مرتبطة بالبنوك الدولية كان لديها شبكة خاصة مرتبطة فقط ببعضها السبعة البنوك الخاصة في سوريا أما الخيار الثالث تغيير النظام فأعتقد أنه ما ذكرت في سؤال السابق يعني رحمون هو صادق ولو أنه أجبيح أنه حتى لو وصل الدولار إلى 42 ألف فإن ذلك لا يؤثر النظام لسبب بسيط لأن النظام لا يكترث يعني أن النظام قتل ألاف مئات لألاف السوريين بالبراميل والغاز الكيماوي هل سيكترث إذا كان 80% أو 86% من الشعب السوري تحت خط الفقر وهذا هو جوهر نازية النظام السوري بمعنى أنه ربما يفكر ربما لا بالعكس ربما هناك نظرية أخرى تقول أن النظام يتعمد إفقار السوريين حتى أن تحصل على مجاعة وبالتالي سوف يندفع المجتمع الدولي لأسباب إنسانية من أجل مساعدة النظام وبالتالي يمكن تأهيله أو إعادة تعويمه لأنه يقوم كما حدث مع إثيوبيا سابقا الدكتاتورية في التسعينات القرن الماضي وبالتالي ربما يسعى نظام الأسد بشكل جدي لإدخال السوريين في مجاعة ومجاعة قوية وحققية لكن يعني كثير من الدول تأثرت فيها الشعوب من أجل إعادة تأهيل عليها العقوبات وتأثرت الشعوب لعقود ولم يجري هذا التدخل يعني لم يجري هذا التدخل لصالح نظام معين بل ظلت هذه الأنظمة محاصرة يعني بالنسبة بالنسبة لكل نظام الأسد هي هذه مناورات كيف يمكن أن نبقى في الحكم ونحافظ على وجودنا في الحكم وكل شيء قبل ذلك وبعد ذلك مسموح ومشروع يعني سنكمل هذا النقاش في نفس الصياط في المحور الثاني لكن بعد هذا الفاصل